السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معاكم شرح الدرس الأخير من دروس الوحدة الحادي عشر من كتابة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثالث وابل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معاي في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن بروجيكت مشروع الوحدة علينا في هذا المشروع أن نقارن ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية إذن علينا أن نبحث أو نكتب جملا تعود إلى زمن معين مثل الزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل دون أن نستخدم كلمات تدل على هذه الأوقات علينا أن ندرس هذه الجمل ونذكر التشابه والاختلافات بين هذه الجمل علينا أن نقارن ترتيب الكلمات والطرق التي أشار إليها هذا الزمن تذكر أن تبحث عن معلومات لها علاقة وتحليلات في الكتب أو على الإنترنت وقم بكتابة الملاحظات هنا في الجدول علينا أن نستخدم هذه الملاحظات كي نقوم بتحضير عرض باوربوينت وإضافة الأمثلة والمعلومات والمصادر نمبر فور قم بإضافة أو استخدام بعض الأسئلة وتعرضها على طلاب صفك حتى يكون عرضك هذا أكثر تفاعلا نمبر فايف أيضا علينا أن نستخدم بعض الصور والتي تدعم المعنى أو أفكار مستنتجة من المستمعين الخاصين به إذن هنا علينا في الجدول أن نقارن ما بين الإنجلش and Arabic sentences ما بين جمل اللغة الإنجليزية واللغة العربية هنا سنكتب عن similarities التشابه ما بين ترتيب الكلمات والزمن word order وtime وهنا سنكتب عن differences الإختلاف أيضا ما بين ترتيب الكلمات والزمن word order وtime وهنا لدينا نموذج لحل هذا المشروع ستجدونه في موقع واجباتي بالنسبة لجمل اللغة الإنجليزية والعربية لدينا جملة باللغة الإنجليزية علي يذهب إلى المدرسة أما باللغة العربية فتكتب يذهب علي إلى المدرسة جملة أخرى علي يلعب الكرة باللغة العربية تكتب يلعب علي كرة القدم جملة أخرى علي قوي وباللغة العربية فتكتب نفس الشيء علي قوي جملة أخرى علي هو هنا تنضع الصفة وبعدها الاسم الموصوف باللغة الإنجليزية ترتيب ما بين الموصوف والصفة يختلف عن ترتيبها في اللغة العربية باللغة العربية ستكتب علي شخص سيء أما بالنسبة للتشابه ما بين اللغتان عدد الكلمات في الجملة ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية هو نفسه أيضا في الجملة الثانية فعدد الكلمات هي نفسه هنا علي يلعب وكرة القدم هي فوتبول أما في الجملة الثالثة فthe order is the same ترتيب الجملة هو نفسه أما في الجملة الرابعة فthe order is not the same ترتيب الكلمات في الجملة مختلف ففي اللغة الإنجليزية تأتي الصفة قبل الاسم الموصوف أما في اللغة العربية فتأتي الصفة بعد الاسم الموصوف بالنسبة للdifferences الاختلاف بين اللغتان هنا في الجملة الأولى the order of words isn't the same ترتيب الكلمات في الجملة مختلفا تماما أيضا في الجملة الثانية the order of words isn't the same أيضا ترتيب الكلمات في الجملة يختلف تماما والجملة الثالثة there is not verb in the Arabic one لا يوجد فعل في الجملة اللغة العربية جاء الاسم الموصوف والصفة هنا جاء الاسم والفعل وبعدها الصفة فهنا is هي helping verb فعل مساعد في الجملة الأخيرة there is not verb in the Arabic one أيضا في جملة اللغة العربية لم يظهر أي فعل مساعد أو فعل أما في جملة اللغة الإنجليزية فظهرت is ويعتبر helping verb إذن على الطلاب الطالبات في هذا المشروع المقارنة ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكتابة جملا مختلفة لها أزمنة مختلفة يقارنون فيها ما بين الأشياء المتشابهة والأشياء المختلفة بين الجمل وطبعا إضافة بعض الأسئلة والصور التي تدعم المعنى والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا اشتركوا في القناة